يواصل الترجل استعداداته للموسم الكرة وجديد المالي بالتحديات على المستوى المحلي والقاري نلقى الافتتاح متاع الموسم للبطولة والجولة الأولى إن شاء الله إلا 31 من شهر الحالي ضد اتحاد تطوين على أرضية استاد حمد العقربي بيرادس لشيخ الانتية تونسية اللي يسعى بقيادة ميغال جارتوزو المدير الفني لتحقيق بداية جديدة وجيدة بموسمه الثاني في تونس لتوظيف عدة نجوم إن شاء الله قد يكفلون له التغلق مع نادي الدم والذهب وتحقيق إن شاء الله العديد من البطولات نحكيه على خمسة شبان مرشح لتغلق مع ترجل خمسة شبان قادرين إنهم يزينوا وقادرين إنهم مش يزينوا التشكيلة متاع ترجل بركة لكن قادرين إنهم يقدموا الإضافة في تشكيلة الترجل المقترحة للعامة جديدة للموسم الحالي يحاول جارتوزو الاستعانة بالشبان الشباب اللي يمكنهم تقديم الإضافة للترجل وانذكروا بخمسة أسماء شبان شباب ينتظر تغلقهم تحت قيادة البرتغالي وأولهم محمد والدربالي من المتوقع إنه يتغلق لعب الوسط البالغ 21 عام في ظل المؤشرات الممتازة حول مردود البدن الفترة الإخرى من التحفيرات ومن المتوقع عودة اللعب إلى سالف مستوه المعهود اللي ظهر به في بداياته مع الولامب الباجين الذكره خلال الموسم قبل الماضي وإنه يكون المنافس له لإلحسام تقع على اللعب في التشكيلة الأساسية إن شاء الله ثاني لأسماء زين الدين كادا أكد العديد من المتابعين لتحضيرات الترجع وكواليسها للموسم الجديد إنه جارتوزو يراين وزين الدين كادا هو أحد مواهب الفريق الرديف بشيكون عنده همية كبيرة في فريق باب سويقة للموسم المقبل وإنه من بين أكثر الملعبية اللي بإمكانهم إقناع الجهاز الفني بانتزاع بطاقة المشاركة للتشكيلة الأساسية خاصة منذ بداية الموسم ثالث الأسماء قوسي معشرة قوسي معشرة هو اسم جديد في قائمة المكشخة من بين الملعبية اللي ناله بشدة أعجاب المدرب ميجال جارتوزو صراحة يعجبني قرر تصعيده للفريق الأول إن رأى إنه السيد هذا يستحق إنه يكون موجود الملعب الشاب اللي يلعب على الجهة اليمنى للهجوم يواصل تقديمه لمستوية باهرة جدر مع الترجع تشجيل العديد من النقاط وقد يكون خيار على جلال المدرب للموسم القادم خاصة إنه الأخير يحاول تجهيزه على المستوى البدني لمواجهة التحديات الصعبة لتنتظر المجموعة في الفترة القادمة أسم آخر من أسماء الشباب اللي قادرين يعاولوا عليهم البرتغالي هو أوكبيلو لعب الوسط النجيري أوناتشي أوكبيلو يواصل تقديم عروضه المميزة مع الفريق في الفترة الأخرى قد يكون أحد العناصر اللي ينتظرها مستقبل كبير خاصة مع تطور مستواه وعلش لا يلعب تقايق لعب في البطولة وباقي المسابقات الاسم اللي أخير عبد الرحمن كونتي كما نعرفه هو لعب الوسط المدافع الشاب القادم من فريق سان بيدرو ليفواري ينتظر الفرصة للمشاركة إن شاء الله مع الأحمر والأصفر بفرغ الصبر وتكون الفرصة مهيئة للموسم القادم حتى إن كان ذلك على فترات متبادة متبادة ختما نحكيه على يوسف لبلايلي نحكيه على تصريحاته وكلماته الحماسية والمؤثرة اللي بعد موجهة للجماهير متع الترجي رسالة قوية وحماسية بعد عودة كما نعرفه النجم الجزائري للترجي للمرة الثالثة في مسيرته الاحترافية بعد فسخ العقد مع ملديت الجزائر طالب لبلايلي في مقطع فيديو تم نشره من قبل الترجي على السوشيال ميديا بشراء الاشتراكات الموسمية بقوة خلال الموسم الجديد ومساعدة الفريق في الفوز بالألقاب ونذكروا إنه حاجز الاشتراكات لرقم الـ 15 ألف تجاوز ذلك وإن شاء الله على قريب علش لا الترجي يوصل تارجت ما أقوى لبلايلي اللي ما كانش الوحيد اللي واجه نداء والرسالة المشجعي شيخ لانديا تونسية للإقبال بقوة على شراء الاشتراكات بل رافقه النجوم الأخرين في الفريق للانخيرات في الحملة هذه بطبع لكلنا نعرف الرهانات اللي استنى فيها الترجي البلايلي اللي نستنى منه زاد العودة القوية كما زاد نستنى بمشاركة الترجي بقيادة نجم يصف البلايلي في المراهنة على البطولة مصابقة دوري الأبطال اللي تعتبر أهم مسابقة حاليا بالنسبة للترجي لما لا تفوق على الفرق العتيدة في القارة الإفريقية والحصول على لقب الخامس بعد موصل للفينال العام الفارض بشيخوذ فريق الدم والذاب كذلك بطولة كاس العالم اللي أنت يدي من ذكروا بها على خاطرها مهمة ولي بشي واجه فيها أفضل الفراق عبر أرجال معمورة وبشي مثل تونس والعرب في الدورة العالمية هذه